انتهت أعمال تطوير ميدان الألف مسكن ومحور جسر أسويس والتي شملت توسعة الميدان وإنشاء مواقف خاصة للمواصلات وتجهيز لانسكيب مدعم بالمقاعد الحضرية والإضاءات وصل قطار التطوير إلى منطقة الألف مسكن الشرقي محافظة القاهرة حيث انتهت ألمسات نهائية للأعمال الإنشائية للميدان ونقل كافة الإشغالات بالميدان مما عكس صورة حضرية صراحة المنظر بقى جميل ونزيف وكل حاجة تمام بقت كده أفضل من الأول بكتير أنا من سكان المنطقة والمنطقة بقى جميلة جدا عن الأول بكتير قوي أنا من سكان المنطقة وأول مرة أشوف المجهود الرائع دو من القيادات من رئيس الجمهورية شخصا وكل المجهودين بالنسبة للحقيقة عن شمس التطوير الجميل العمل ده كويس وحلو لأن كان قبل كده في عشوائيات وكان في عربيات وحاجات زي كده فدلوقتي أفضل صراحة حاجة حلوة جدا لأنه كان الأول منظر ماشي كناش منعرف لقي مكرباصات نشوفها كناش منعرف لقي طرق موسطة مسؤولة لكن دلوقتي بصراحة حاجة كويسة جدا لا بصراحة جميل والدنيا بقت أحلى ويعني الميدان ده بقى حاجة أشيك والموقف الجديد والفكرة والحديقة بقت حاجة جميلة أول كان كله زبالة ومكرباصات عشوائي وكلهم بيروح في أي حتى لا دلوقتي بقى منظم بصراحة هنا أعمال التطوير شملت تزيين الميدان بالنباتات الزينية وإعادة تخطيطه بالإضافة لإنشاء موقف حضري للميكرباصات بسعة 2300 ميكرباص ويتكون من دور أرضي ودورين بالإضافة إلى احتوائه على عدة أنشطة ومحال تجارية الموقف حلو جدا ومنظم ومترتب غير هناك خالص هو كان عبارة عن سويق الأول ودلوقتي بقى فيه نظام وفيه حاجات نظيفة ومحلات وحمامات لا دلوقتي أحسن طبعا دلوقتي فيه نظام الأول كان زحمة وكلهم لخلين في بعض وخناقات ومشاكل كده أحسن بكتير قامت بأعمال التطوير الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك في إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن والشارع جسر السويس كما أن الموقف الجديد خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور بالشوارع المحيطة ونقل صورة جمالية لأهالي المنطقة والمواطنين أحمد الحسيني التلفزيون المصرية